بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم مرحباً للأخوات الأفاضل في المحاضرة الرابعة من محاضرات دورة حوار مع أهل المنطق في هذه المحاضرة سنتناول استكمال بعض الأمور الضرورية التي ينبغي على الذي يحاول أهل المنطق أو يحاول من يتزرع بالتفكير المنطقي أو التفكير العلمي أن يكون على دراية بها فهي تعتبر بمثابة مقدمات ينبغي على كل داعية على الأقل في هذا العصر أن يكون ملماً بهذه المصطلحات وهذه الأفكار وهذه الرؤى في هذه المحاضرة سنتناول الخيط من المحاضرة السابقة أو من المحاضرة الماضية وهي عن علاقة العلم بوجود الله سبحانه وتعالى أو المنهج العلمي بإثبات وجود الله سبحانه وتعالى أو إثبات عدم وجوده كما تناولنا أن هذا الموضوع خلاف بين الملحدين والمؤمنين فالملحدون يكتفون بالعلم التجريبي أو المادي كمصدر وحيد المصادر المعرفة أو الوصول للحقائق وأما المؤمنون فيقولون هو جانب واحد من الجوانب التي تؤدي إلى الحقيقة وليس كل الجوانب فاستحضاراً لهذا الخلاف في الموضوع العام بين العلم والدين أو بين العلم والإله هناك العديد من الرؤى والأطرحات التي يحاول من خلالها الملحدون وبعض الأحيان المؤمنين على إثبات وجود الله سبحانه وتعالى فيعتقدون أو فيصنعون جانب أو عدة أفكار من الأفكار المتعلقة بالعلم أو المنهج التجريبي ثم يحاولون الاستدلاق من خلالها على مسألة نفي وجود الله سبحانه وتعالى أو من الجانب المؤمنين لإثبات وجود الله سبحانه وتعالى آخر نقطة من المحاضرة السابقة ينبغي أن نبدأ بها هذه المحاضرة وهي هل يمكننا استخدام العلم التجريبي في إثبات وجود الله سبحانه وتعالى أو إثبات عدم وجود الله سبحانه وتعالى أو لا وتناولنا هذه النقطة وهذه بعض الانعكسات أو بعض التطبيقات على هذه النقطة سنتناول باختصار النموذجين أو النقطتين من نقاط الأفكار المتعلقة بالعلم التجيب وهي الفيزياء ووجود الخالق والبيولوجيا أو الأحياء ووجود الخالق سبحانه وتعالى في البداية سنمر مرورا سريعا على مسألة عن موضوع الفيزياء ووجود الخالق وكيف يستخدم الملحدون في إثبات عدد موجود الله سبحانه وتعالى للفيزياء المختلفة أو الأفكار الفيزيائية أو النظرية الفيزيائية المختلفة وأيضا كيف يستدل المؤمنون على ذلك لكن لم نطيل إن شاء الله في هذا الجانب لأن المحاضرة ستتمحور حول الأحياء أو البيولوجيا ووجود الخالق ونظرية التطور وخلاف ذلك ففي البداية كيف يستخدم الملاحدة أو الفيزيائيون منهم العلم الفيزيائي على وجود الله سبحانه وتعالى أو عفوا على إثبات عدد موجود الله سبحانه وتعالى هناك بعض الأفكار المتعلقة بهذا العلم التي يمكن أن يستخدمها الملحدون أو النظرية التي يمكن أن يستخدمها الملحدون في هذا الجانب لإثبات رؤاهم حول الكون ورؤاهم حول الإيمان بعد المجدد سبحانه وتعالى وهو مبدأ مثلا أزلية الكون فالفترة التي نشأ وتعارع فيها الحاد الجديد في بداية الثورة الفرنسية ففي هذه الفترة وما قبلها كان هناك الاعتقاد السائد بأزلية الكون ما معنى أزلية الكون؟ معنى أن الكون أزلي يعني قديم يعني وجد بدون بداية أو نهاية قديم طيب هو القدم العالم أو أزلية العالم هي مسألة فلسفية قديمة لكنها لها تطبيق فيما يتعلق بالفيزياء وهو الأزلية الكون من ناحية الفيزيائية في كتاب الفيزياء وجد الخالق يجيب دكتور جعفر إدريس يقول هل في الفيزياء ما يدل على أزلية الكون؟ لأن الكون أزلي معناه أنه لا وجود الخالق هو الكون أزلي لا وجود له أو لا بداية له كما تفضل الأخ العربي يعني لا بداية له يعني لا يحتاج إلى محدث أو إلى خالق يخلقه فتكون له بداية فكون الكون مخلوق أو حادث معناه أن له بداية معناه أنه هناك من أوجده أو هناك من خلقه أو هناك من حدد بدايته وأضلغه لكن معنى أن الكون ليس له بداية معناه هو عدم وجود من خلق القون أو عدم وجود من أوجده الكون فيقول نعني بالأزلي ما ليس لوجوده ممتدأ بعد ذلك أجمع المبيلات صامت نعني بالأزلي ما ليس لوجوده ممتدأ وليس له بالتالي منتهى فإذا صح أن شيئا ما أزلي فلا يمكن أن يكون مخلوقا لأن المخلوق يتقدمه خالقه فهو بالضرورة حادث أي أن لوجوده ممتدأ ومن الذي ابتدأه هو الخالق سبحانه وتعالى طبعا هناك بعض التصورات حول الكون وأزليه الكون قديما وحديثا فيبدأ يقول هناك تصورات قديمة وهناك تصورات متعلقة بالفيزياء الكلاسيكية وهناك تصورات متعلقة بالفيزياء الحديثة هل في هذه التصورات كلها الفيزياء القديمة أو المبادئ القديمة أو المفاهيم القديمة أو الفيزياء الكلاسيكية أو الفيزياء نياتهم أو الفيزياء الحديثة هل فيها ما يثبت أزالية الكون وهل فيها ما يثبت أن الكون ليس له خالق في التصويرات القديمة يقول تطور أو فكرة أزلية المادة هي من أطرف ما يقرأ الإنسان في ضحض الإدعاء بأن العلم التجريبي يسند قضية الإلحاد إذ الواقع عكس ذلك يقول فتطور هذا العلم يؤازر قضية الإيمان ويضعف ويقوض أهم الأسس التي يقوم عليها الإلحاد وهو الزعب بأن المادة أزلية لا بداية لها أبدية لا فناء لها فهنا أصل أصيل من الأسول التي يقوم عليها الإلحاد هو مبدأ هذه الأزلية أزلية المادة طبعا يحتاجون أن يصيغونها بصيغ قوانين فيزيائية حديثة مثل المادة لا تفنى ولا تستحدث من العدم ولكن يمكن تحويلها من صورة أخرى غيرها من القوانين التي درسناها فهم يجعلون هذه القوانين تنطبق على ما قبل بداية الكون أو ما قبل تكون الكون وما بعد تكون الكون لكن هذه القوانين طبعا محدودة بحدود معينة وهي أنه يمكن أن تكون كذلك بعد خلق الكون بعد خلق الله سبحانه وتعالى للكون وللمادة ولكن قبلها فهذا ليس نتوق العلم التجريبي أصلا لأنه لم توجد عند ذلك المادة أو لم يجد الكون يقول لقد ظل الماديون طوال القرون في اختلاف بالنسبة لأزلية المادة ظنوها بادئ الأمر هذه النجوم والكواكب الضخمة التي يشاهدونها والتي يخيل لمخلوق ضعيف معدود الأيام كالإنسان أنها أزلية لأنها فيما يظن بقيت على حالها التي عرفها آبائه وأجداده وكل البشر قبله فما المانع إذن من أن تكون على هذه الحال منذ الأزل وما المانع من أن تظل هكذا إلى الأبد وإذا كانت أزلية فإنها لا تحتاج إلى خالق وهذا معناه الفلاسفة الذين قالوا بقدم الأجرام السماوية أو قدم العالم وإذا كان هؤلاء قد قالوا بأزليتها يعني أنها قديمة فإن آخرين من التصورات القديمة هذه مثل البابليين أو قوم إبراهيم عليه السلام فإن هؤلاء عبدوها يعني بعض الفلاسفة يقولون هي أزلية والبعض الآخر عبدها طبعا هناك أيضا ما يواجه هذه التصورات القديمة هناك بعض الفلاسفة أو المتدينين حتى القدماء ما ردوا على هذا التصور الضعيف أو التصور الخاطئ للكون أو لأزالية الكون أو لأزالية الأجرام السماوية مثلا من ذلك الإمام الغزالي أنما ألف تهافط الفلاسفة رد على هذه النقطة وقال ما تمسك به جالي نوس قال لو كانت الشمس مثلا تقبل الإنعدام لظهر فيها زبول في مدة مديدة والأرصاد الدالة على مقدارها منذ ألاف السنين لا تدل على هذا المقدار يعني لا تدل على هذا الضبول فلما لم تدل هذه الأماد الطويلة دل على أنها لا تفسد هذا مبدأ جالي نوس يقول أن الشمس منذ الأجل وهي ثابتة لا تتغير لا تدل وبما أنها لا تدل إذن هي أزالية أو أبدية أو لا تنقص بحال من الأحوال أو لن تنتهي أو لن تموت أو غير ذلك من الأفكار يقول الغزالي الرد عليه من وجوه وتكر وجهي الوجه الأول أن شكل هذا الدليل يقال إن كانت الشمس تفسد فلا بد أن يلحقها الضبول وهذا قياس غير صحيح ولا نسلم له لأن الشيء قد يفسد بعد الضبول وقد يفسد مرة واحدة يعني ليس كل الأشياء تفسد بعد الضبول أو تفسد فسادا تدريجيا وإنما قد يفسد مرة واحدة شيء مثل ذلك الإنسان الإنسان قد يبلغ من الكبر عتيا ويبدو في الضبول شيئا فشيئا وقد يموت في عنفان صحته وشبابه بدون أي سبب حتى أو بدون أي حوازث حتى فهو هنا معناه الغزالي بأن المقدمة التي بنى عليها جالينوس دليله وهو أن كل الأشياء تذبت ثم تموت ليست مقدمة صحيحة أصلا فقد يكون النوت أو الضعف بعد الضبول وقد يكون مرة واحدة الثاني الوجه الثاني الذي اعترض به اليوم الغزالي على مقول الجالينوس هذه أنه حتى لو لم يكن هناك فساد إلا بعد الضبول يعني لو سلمنا جدلا هذه المقدمة يقول فمن أين عرف أنه لا يعتريها الضبول يعني من أين عرف جالينوس أن الشمس لا تذبل شيئا فشيئا فيقول والشمس التي يقال إنها في الأرض 170 مرة أو ما يقرب لو نقص منها مقدار جبال مثلا لكان لا يتبين للحس فلعلها في الضبول وإلى الآن قد نقصت والحس لا يقدر على أن يدرك ذلك لأن تقديره لا يعرف إلا بالتقريب طيب فهنا الإنام الغزالي رحمه الله يقول أنه من أدرى جالينوس أن الشمس لا تذبل فالشمس بالمقارنة بحجم الأرض كبيرة جدا فمن أدرى أنه لا تنقص بمقدار الجبال وهو لا يدري أنها تنقص فهذا الذي ذكره الغزالي من فرط ذكاء الغزالي اكتشفه العلم الحديث حديثا بأن الإشعاع الصادر من الشمس ينقص من كتلتها وإن كان لدي القدر التي ينقصه ضئيلا جدا بالنسبة للكتلة الكبيرة للشمس إلا أن الإشعاع الصادر من الشمس ينقص من كتلتها وطبعا العلم الحديث يقولون أن الشمس في منتصف عمرها وهي في ظبول حتى تطمحل كليا بعد بلع مليارات من السنين فهذه المقدمات التي بنى عليها الفلسفة القدماء أو المفكرين القدماء القاول بأزالية الكون هي المقدمات تم رد عليها أيضا منذ القدم قبل مختلف العلماء ومفكرين ومنهم مفكر الإسلام بشكل خاص طيب النقطة الثانية هي الفيزياء الكلاسيكية ومقصود بالفيزياء الكلاسيكية هي التي كانت يصابناها فيزياء نيوتن وأن في الأفكار نيوتن أو فيزياء نيوتن أيضا استمرار لمبدأ ثبات الكون أو مبدأ أزالية المادة يقول أنه جاء نيوتن فأعطى هذا الطول الفلسفي صبغة علمية لكن تصوره للذرات أو للكون كان كتصور المسلمين أو بعض المسلمين من حيث اعتقاده بأن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقها وقدر كل ما يتعلق بها يعني نيوتن كان يرى أيضا أزالية الأزالية الكون أو أزالية المادة لكن كان يرى أن الله سبحانه وتعالى هو الذي أوجدها اتدان أو خلقها اتدان يقول بعد أخذ كل هذه الأشياء في اعتبار يبدو لي من المحتمل أن الله كون المادة هذا قول نيوتن أن الله كون المادة في بداية الأمر في شكل جزيئات مصمتة صلبة لا تختارك وقابل للتحرك وفي أحجام وهيئة وخصائص أخرى ومقادير أخرى هي في غاية الملاءمة للهدف الذي من أجله كونها يعني من أجله كونها الله سبحانه وتعالى فليس في فيزياء نيوتن ما يثبت أن الذرات التي تتكوى منها المادة أزالية ولكن هو بنى فكرته على أن الله سبحانه وتعالى هو خلق هذه الذرات بهذه الصفات إلى أن جاءت الفيزياء الحديثة وأنهت تماماً موضوع أزالية المادة أو أزالية الذرات في الكون إذ أن القول بأزالية هذه المادة كان يرى أن هذه الذرة هي أصغر شيء في الجوء لا يوجد أما هو أصغر من الذرة لكن في جاء الحديثة اكتشفوا نواة الذرة والإلكترون وداخل النواة في البروتونات والنيترونات وغير ذلك من المكونات الذرة إلا أن جاء العلم الحديث أيضاً واكتشف ما بعد ذلك يعني ما بعد هذه النيترونات والبروتونات والإلكترونات وهو ما يسمونها الكوارك أو الأجسام الكواركات فهذا الكوارك هو أصغر جزء اكتشفة إلى الآن لكن هل ينفي أنه في بعض أجزاء أصغر في الزرة لا ينفي ذلك هل يثبت ذلك أن هذا الكوارك يثبت أزالية الزرة أو علم أزاليتها لا يثبت ذلك فالأفكار القديمة لأزالية المادة أو حتى الفيزياء الجديدة أو الأفكار المستنبطة حديثة من الفيزياء كلها لا تدل على مبدأ الأزالية هذا لا فيه قريب ولا فيه بعيد بل ظهرت بعض النظريات أيضا التي تحسب على علم الفيزياء والتي تصب في الجانب الآخر وهو أن الكون حادث وأنه مخلوق وأنه له بداية وأن الكون في حالة التساع وتمدد مستمر وتغير مستمر بخلاف ثبات الكون كما هو معروض معهود في الفيزياء الكلاسيكي أو القديمة فظهرت بعض النظريات التي تؤيد هذا القول أو هذا الفيزياء وهو المبدأ القول بعدم أزالية الكون أو القول بعدم أبدل الكون وهو نظرية الانفجار العظيم طبعا ملخص نظرية الانفجار العظيم بأن الكون عند بداية معينة كانت هناك ما يسمونها السنغلارتي أو نقطة معينة أو يسمونها في العربية المفردة ترجمة السنغلارتي فيقولون أن هذه المفردة كانت هناك مفردة وانفجرت ويسمونها هذا الانفجار العظيم ومن هذا الانفجار نشأت أبعاد الكون المختلفة مثل الزمان والمكان والطاقة والمادة وما إلى ذلك فهذه باختصار أن الكون كانت نقطة واحدة ثم انفجر ومن هذا الانفجار وحتى يومنا هذا وحتى انهيار الكون هذا الكون في التساع مستمر وتمدد مستمر طيب هذه النظرية الأمور التي تعضب هذه النظرية من الفيزياء هو أن العلماء فعلا اتخشفوا أن المجرات تتباعد عن بعضها البعض ولذلك يقولون أن هذه النظرية من النظريات القوية جدا في علم الفيزياء طيب هل هي حقيقة علمية؟ الجواب لا، هي ليست حقيقة علمية وإنما هي مجرر نظرية ولكنها نظرية قوية تؤيدها أدلة قوية طيب بالمناسبة يعني بالمرة هل يجوز الاستدلال من القرآن الكريم على نظرية الانفجار العظيم حتى وإن كانت قوية قوية وتؤيد الدين أو تؤيد المنظور الديني أنه ماما الكون خلق من عدم أو مئلة ذلك والجواب لا وطبعا الجواب لا لمبدأ عندنا سنتناوله أيضا في جانب التطور والجواب لا لأن المبدأ عندنا عدم جواز تفسير القرآن الكريم في ضوء نظريات علمية هي مجرد نظريات لكن إذا انتقلت النظرية إلى حيز الحقيقة فيجوز عندها أن نرى توافق الآيات القرآنية مع الحقائق الكونية المختلفة لأن الله سبحانه وتعالى هو من خلق الكون ووجد فيه هذه الحقائق وهو من أنزل القرآن فلا يوجد التعارب بين الحقائق المادية الموجودة في الكون وبين آيات القرآن لكن هل يجوز الاستدلال بهذه نظرية على التفسير القرآنية مثلا آية أولا من ردين كفروا أن السموات والأرض كانت رطقا ففتقنا هما وجعنا من الماء كل شيء حي فهنا الآية تفيد أن السموات والأرض كانت شيئا واحدا ففتقناهما طيب والجواب أن الآية تفهم بمعناها اللغوي ولكن لا يجوز أن نقول أن هذه الآية تشير إلى أو تدل على نظرية الانفجار الكبير أو نظرية الانفجار العظيم طيب لماذا؟ لأنها ما زالت نظرية حتى وإن كانت تؤيد الفكر الديني أو المنظومة الدينية للكون ما دامت أنها مزالت نظرية أدلة القرآن تستخدم في دعم نظرية معينة لا يصح لأننا ذكرنا في المحاضرة السابقة أن العلم التجريبي له منهج معين يعتمد عليه في سبيل الوصول إلى الحق فيقولون أن هناك ملاحظات تبدأ بالملاحظات ثم بعد ذلك الملاحظات هذه إذا كانت ملاحظات مستمرة ومتكررة فإنها تقضع للاختبار والملاحظة والامتحان والإدزامينيشن بعدها يتم صياغة هذه الملاحظات التي تم تجريبها والتي تم اختبارها في صيرة نظرية معينة ثم بعد ذلك يتم اختبار هذه نظرية بصورة كثيرة ومتكررة وكل نتائج واحدة فقد ترتفع نظرية إلى الحقيقة العلمية طيب فهنا هذا هو منهج العلم التجريبي الذي يقوم على الإثبات المادي أو المجرد للكون لا يدخل أبدا الوحي ضمن أدلة العلم التجريبي وقد يكون هناك توافق وقد يكون هناك أن الوحي يعدد أو يؤكد لكن من ناحية الاستلال العلمي لا يصح الاستلال بعيات القرآن على نظريات علمية أو ملاحظات علمية ونقول أن هذا دليل أو هذا ما يثبت كذا أو يثبت كذا لأنه معناه أن الآية تثبت هذه النظرية معناه أنها دليل أو أنها تعتبر دليل وهذا ليس صحيحا على حسب النظرية هذه الشيخ يا لبي بيو هل من الانفجار يمكن التعمير والتخليط؟ هل من ألاحظوا يتقاضي؟ هل من التفجير صارت تعمير العالم؟ نعم يعنون هنا بالانفجار شيخ على الحكيين أنه ليس انفجار بالمعنى انفجار كنبلاء لا لا يعنون بالانفجار الذي هو زي انفجار كنبلاء أو انفجار الذي يحدث على الأرض هم يعنون بالانفجار أن هذه المفردة التي كان فيها المادة والمكان والزمن وكل شيء كان فيها كل شيء انفجعت طيب؟ نعم نعم فهذه القوة بدأت تأخذ الاتجاهات المختلفة وأصبح هناك وجود مادة للكون طبعا هذه ما زالت نظرية فكما تناولنا أن في الفيزياء ووجود الخالق هناك بعض الأفكار التي كانت يعتبرناها ملاحدة في القديم والتي أثبت العلم الحديث أنها على خلاف الواقع وعلى خلاف الحديثة هي متعلقة بأزالية المادة وأنه لا وجود أبدا لأي دعم علمي تجريبي للملاحدة من هذا الجانب طبعا هذا باختصار وإلا في الأمر يطول طيب النقطة الأخرى وهي النقطة المهمة في المحاضرة وهي البيولوجيا ووجود الخالق أو البيولوجيا أو علم الأحياء ووجود الخالق سبحانه وتعالى طيب إذا تناولنا العلم الأحياء ووجود الخالق فإننا سنتناول مسألة متعلقة بشكل أساسي بعلم الأحياء ومتعلقة بشكل أساسي بوجود الخالق أيضا وهي مسألة أصل الحياة أو أصل الإنسان سوف مسألة أصل الكون يا شباب الخير مسألة أصل الكون ومسألة أصل الحياة ومسألة أصل الإنسان كلها مسألة متعلقة ببعضها البعض فمن أهم الجوائم التي تدخل فيها موضوع البيولوجيا مع موضوع الرؤية حول الكون مع موضوع الإلحاد مع موضوع إثبات وجود الإله أو عدم إثبات وجود الله هو أصل الإنسان هناك طبعا بعض النظريات التي تتحدث في هذا الجانب بعضها علمي بحث وبعضها يحاول الدمج بين العلم والدين وبعضها ديني بحث طيب ففي البداية نظرية التطور طبعا هذا لا اسم ساخر لنظرية التطور وإلا فإنهم يقفون عند هذا الجانب طيب فالنظرية الأولى أو الرؤية الأولى من الرؤى حول وجود الإنسان أو حول نشأة الإنسان هي نظرية التطور طبعا هذه الرؤى المختلفة سوى علمية بحتة أو علمية مع دينية أو دينية بحتة هذه الرؤى المختلفة كلها يمكن أن تكون متداخلة مع بعضها البعض وتنشأ بالأساس أو مبنية على الأساس على المنهج الذي يتبنىه صاحب هذه الرؤى في فهم الدين وفهم العلم معنا يعني هل هناك المنهجية العلمية الصارمة البحثة التجريبية أو المدية ولا هل هناك المنهجية الدينية التي يمكن أن تعرض الحقائق العلمية المختلفة أو هل هناك المنهجيات التي تحاول التفصيل أو تحاول التفريق أو تحاول الجمع بين المنهجين فهنا هذه النظريات أو هذه الرؤى تعتمد في الأساس على مصادر التلقي والاستدلال بشكل خاص لكن في النهاية نستطيع القول بأنه لا يوجد تعارض كما تناولنا بين الحقائق التي ثبت أنها حقيقة وبين ما ورد في صحيح الوحي أو النصوص المقدسة الصحيحة وإلا فإذا كان الشيء مجرد نظرية علمية لن تثبت أنها حقيقة بعد فيمكن أن يكون هناك تعارض بين هذه النظرية وبين الوحي وإذا كان الوحي غير صحيح بمعنى أنه تم تحريفه أو لم يثبت من الأساس ليس وحيا صحيحا فإنه قد يوجد تعارض بينه وبين العلم وبين مكتشفات العلم أو بين الحقائق العلمية لكن متى ما كان الوحي صحيحا ثابتا والنظرية أو هذا الأمر الحقيقة علمية فإنه لا يمكن أبدا أن يكون هناك تعارض بين الاثنين طيب عندما نعني بالتطور أو بنظرية التطور فإننا لا نعني مطلق التطور مصطلح التطور مصطلح واسع جدا كبير جدا يشتمل على مجموعة واسعة جدا ومختلفة حتى من الرؤى والأفكار فعندما نطلق ونقول نظرية التطور أو مصطلح التطور فإننا لا نعني كافة المعاني التي يدل عليها التطور ولكن نعني معنا واحدا وهو نظرية التطور الدرويني أو نظرية التطور التي تفيد بأن جميع الكائنات الحية لها سلف واحد مشترك أو لها أصل واحد مشترك ومنه تفرع جميع الكائنات الحية بما فيها الإنسان إلى التنوع الذي نراه الآن طيب فهو هنا عندما نطلق نقول التطور فإننا نعني هذا المعنى الخاص للتطور وهو التطور الدرويني أو التطور البيولوجي طيب ماذا يعني التطور الدرويني أو التطور أو التطور البيولوجي أو منعني بنظرية التطور باختصار هي نظرية تقول بأن تحاول تفسير أصل أو تنوع تحاول تفسير تنوع الكائنات الحية الموجودة من خلال مبدأ الانتخاب الطبيعي حتى نصل إلى التنوع الحيوي المختلف الذي نحياه الآن أو الذي يعيش على سطح الأرض الآن فهو هنا يقولون أن الحياة بدأت من صورة بسيطة خلية بسيطة ومن خلال هذه الخلية تنوعت الكائنات الحية إلى ما نراه وانتهاء بالإنسان لا هم عندهم تضارب حول هذا الموضوع الخلية هذه يعني بيحكون حواديد حول هذا الموضوع أن الكائنات فضائية جاءت وزرعت الخلية هذه في الأرض وأن الخلية هذه كانت حتى داروا الناس وقال أن الحياة نشأت في بركاتونية دافئة زي حساء كده نشأت من خلال الحياة فهم يحكون حواديد حول هذا الموضوع ليس عندهم طبعا أي دليل مادي أو تجريبي على مسألة الخلية هذه أو بداية الحياة هذه لكنها النظرية بالأساس تفسر تنوع وليس أصل الكائنات الحية فهذه النظرية ستفسر كيف تنوعت الفصائل المختلفة والأجناس المختلفة والأنواع المختلفة من الكائنات الحياة حتى وصلت إلى ما هي عليه الآن طيب فنظرية التطور باختصار هي مبدأ أو منهج تجريبي أو مادي صارم يعني يقوم على الاستخراج الإعجاز أو استخراج كما يقولون يعني استخراج جاد الإله من مبدأ من تنوع الكائنات الحية الموجودة يعني ما سبب تنوع الكائنات الحية الموجودة هو نظرية التطور ومبدأ الانتخاب الطبيعي والتفارات وما إلى ذلك لكن لا وجود للإله في هذا النظام على الإطلاق حتى المؤمنين بتطور بعضهم يقول أن الله لم يتدخل على الإطلاق بأي شيء معجز من بداية الخلق الحياة في الخلية الأولى طيب فهنا تبع النظرية الماديين طبعا الموحدين يقولون أنه لا وجودة للإله على الإطلاق لا في نشأة الكون ولا في نشأة الحياة طيب هل نظرية التطور تثبت على موجود الإله أو لا؟ سنرى إن شاء الله الرؤية الثانية من الرؤى حول أصل الإنسان هي رؤية تجمع بين التفسيرات الموجودة في الإنجيل أو الكتاب المقدس أو سفر التكوين سفر التكوين متعلق بتكوين بخلط الكائنات الحية وم إلى ذلك والرؤية العلمية في التطور فهم يحاولون التوفيق أو الدمج بين التطور كحقيقة علمية هم يعتبرون طبعا التطور في هذا الجانب حقيقة علمية مثبتة بالأدلة القطعية ويحاولون منطلقهم العقدة طبعا بالإيمان بالله سبحانه وتعالى يحاولون التوفيق بين نظرية التطور وبين الموجود في سفر التكوين أو في الكتاب المقدس عندهم طبعا نعتذر على التمثيل الإله بهذا الشكل لكن عندهم هذه العقيدة طيب فالصورة هذه باختصار تمثل الإله والصورة هذه باختصار تمثل تطور الإنسان فهم يحاولون الجمع بين وجود الإله سبحانه وتعالى وبين مسألة التطور أو حقيقة التطور ويقولون أن التطور تم بتوجيه من الله سبحانه وتعالى ولذلك يسمونه تطور الإلهي أو تطور الموجه طيب فطبعا هذا من الناحية النصرانية أو اليهودية لكن من ناحية المسلمين لا يوجد عندهم هذه الصورة بالطبع لكن بعض من المسلمين أيضا يؤمنون بهذا المبدأ وهو أن التطور حقيقة علمية وأن الإنسان أصله كذا وكذا وأن الإنسان نشأ أو تطور من أجناس أخرى ومن أسلاف أخرى ولكن تم هذا بتوجيه من الله سبحانه وتعالى في هذه النقطة أو في هذه الرؤية ينكرون وجود الإله يقولون أن التطور هو بديل الإله طيب هؤلاء لا ينكرون وجود الإله يقولون بوجود الإله لكن يقولون أيضا حياته تتطور يحاولون الجمع بين التطور وبين وجود الإله مثل كثير من علماء النصارى الموجودين حاليا فرانسيس كولرينز أو كينيث ميلر أو غيرهم من علماء النصارى الموجودين حاليا يقولون بنفس الرؤية أن الإله نوجود وأنه سن القوانين ثم تركها تعمل ومن هذه القوانين قانون تتطور حتى بعض العلماء منهم حتى فرانسيس كولرينز نفسه يؤمن حتى بالصفة العشوائية والانتخاب الطبيعي في التطور يعني التطور يقوم على آليات معينة مثل الانتخاب الطبيعي مثل العشوائية مثل التفارات وجود التفارات المختلفة كما سنتناول إن شاء الله لكن وكل هذه الأمور تعارض بالأساس المعتقلات الدينية المختلفة في الخلق أو في الحياة لكن حتى من ضمن العلماء الذين يؤمنون بوجود التطور الموجه يؤمنون بالأليات التي يقوم عليها التطور الإلحادي التطور المادي من الصدفة والانتخاب الطبيعي كما سنرى فهنا هذا الصنف من الناس أو هذه الأفكار يسمونهم أنصار التطور الموجه أو أنصار التطور الإله الذين يحاولون التوفيق بين النظرية المادية البحثة في التطور وبين معتقدهم في وجود الإله سبحانه وتعالى ما في شيء اسمه نظرية موجودة في سفر التكوين سفر التكوين هذا أول سفر من الكتاب المقدس العهد القديم يذكر فيه كيف بدأ الله سبحانه وتعالى الخلق نقرتك عن خلق السماء في أول موجه نعم في ستة أيام وكما سنتعلم هنا في هذه النقطة وهي نقطة الكرياشنزم أو الخلقوية الخلقوية تختلف عن التطور الموجه وتطور الموجه يختلف عن الخلقوية كلهم يؤمنون بوجود الإله لكن أنصار التطور الموجه يقولون أن تنوع الأحياء وجد عبر التطور لكن ما يسمونها الخلقوية أو الكرياشنزم يقولون أن الكائنات وجدت دفعة واحدة وأن الله سبحانه وتعالى عندما خلق السموات والأرض في ستة أيام معناها ستة أيام يعني كل يوم 24 ساعة كما هو الأيام الموجودة في الوقت الحالي فهذا الخلقوية هذه يمكن حتى لمن يريد المزيد من الإطلاع يمكن تقسيمهم إلى إلى الـ Young Earth Creationists والOld Earth Creationists اللي هم الخلقوية اللي بأمنون بالأرض الشابة يعني أو الأرض الجديدة وبعضهم يقول لا هي الأرض قديمة والله سبحانه وتعالى لم يخرق الخلق في ستة أيام يعني 24 ساعة في ستة أيام لكن خلقها على أزمنة طويلة فباختصار يعني أن أصحاب الـ Creationism أو أصحاب وجهة النظر الخلقوية هذه يؤمنون فقط بما ورد في الـ Genesis أو سفر التكوين ويفسرونه تفسيرا حرفيا بمعنى أن الخلق السموات والأرض الكائنات في ستة أيام وأن ترتيب خلق الكائنات كان كما ورد في سفر التكوين وما إلى ذلك أيضا يؤمنون بما ورد في سفر التكوين كما سنرى إن شاء الله من التفاصيل القصة قصة آدم عليه السلام كما وردت يؤمنون بكل ما ورد فيها لكن هم يقولون بأن هذا المنظور لو خلق السموات الأرض في ستة أيام أو الخلق المفاجئ أو ما إلى ذلك هذا المنظور ثابت علميا يعني هم يحاولون السدلال بالعلم أو بمعطيات العلم التجريبي على مثل هذه الأمور وطبعا في بعض الأحيان بيصيرون أضحوكا من تهافة الأدلة على ذلك أيضا من المهمة أن نعرف القصة أو مبدأ أصل الكائنات الحية أو أصل الإنسان بشكل عام في الكتاب المقدس أو في سفر التكوين في البداية المعتقد المشوه لدى النصارى في سفر التكوين أو في تفسيرات سفر التكوين سواء كانت سفر نفسها أو في التفسيرات الخاصة به هو الذي أدى إلى مثل هذا إلى مثل وقوع هذا التعارض الواضح بين الرؤى المختلفة التجريبية أو العلمية وبين ما هو موجود في الكتاب المقدس فإذا تنولنا الحقائق الموجودة في الكتاب المقدس أو القصة نفسها الموجودة في الكتاب المقدس وجدناها إما تناقض مبادئ عقلية فطرية وإما تناقض أمور علمية أثبتها العلم يعني مثلا أصحاب اليونج إيرتكريشنس يقولون أن الأرض كلها كوكب الأرض يعني عمره تقريبا ستة ألاف عام إلى عشرة ألاف عام طيب كل الأمور التاريخية وكل المعطاية التاريخية وكل الأدلة تقول أن عمر الأرض أكبر من ذلك بكثير طيب ثانيا يقولون أن القصة كما وردت هي حقيقة بمعنى أن الأمور الغير عقلانية الموجودة في القصة موجودة حقيقة مما يدفع الملحد فعلا أو الملحدين فعلا إلى جانب العدائي أو الموقف العدائي مما ورد في الوحي أو ورد في الدين بشكل عام فالملحدون لا يعرفون من الدين أو من الوحي إلا طبعا في الغرب لا يعرفون إلى الكتاب المقدس طيب إذا تنولنا الكتاب المقدس القصة الموجودة في أصل الخضر من الكتاب المقدس نجد أنها تجتمل على كثير من الأمور المشوهة أو المحرفة التي دخلها التحريف بعد عيسى عليه السلام يقولون مثلا أن حواء هي التي أغوت آدم من الشيطان هو الذي أغرى حواء ثم حواء هي التي أغرت آدم في الأكل من الشجرة وأن الشيطان دخل الجنة دخولا حقيقيا وأنه دخل تحت نياب الحية كما تصورها هذه السورة فهم يؤمنون بما في هذه السورة ونرى طبعا من الخطأ الشديد طبعا تصوير الأنبياء أو تصوير الناس لكن هؤلاء القوم عندهم ليس لهم مانع في تصوير الإله فما بالك بالبشر طيب فهذه القصة كما هي موجودة في العهد القديم قصة محرفة باطلة مليئة بالتناقضات ومليئة بالأمور التي تخالف الحقائق العلم الموجودة أو الحقائق المنطقية أو الأمور المنطقية الموجودة ومنها أن يؤمنون أيضا بأن الموت ما كان في الأرض إلا بعد الخطيئة يعني أن الموت هذا هو عاقبة لوجود الخطيئة لكن الواضح والسائد والحقائق الموجودة العلمية والمادية وحتى التاريخية تقول أن الموت كان موجود قبل وجود البشر أو قبل وجود الموت الكائنات الحية كان موجود وأن الموت بصورته الموجودة كان موجود فهنا طبعا القصة نفسها تقول أن الموت كان نتيجة لقصة الأكل من الشجرة أو لخطيئة الأكل من الشجرة ويؤمن أيضا بالخطيئة الأصلية وأن كل الكائنات أو كل البشر يولدون عليهم ذنب من خطيئة آدم أبيهم آدم عليه السلام إلى غير ذلك من الأمور التي تخالف الفطرة وتخالف الحقائق العلمية والمنطقية الموجودة طيب بقي لنا أن نعرف محاور القصة في القرآن الكريم وهل القصة في القرآن الكريم فيها ما يخالف الحقائق العلم التجريبي أو فيها ما يخالف الأمور المنطقية أو العقلانية طبعا هناك الكثير من الكتابات حول هذا المضوع بعضها كتابات بعض الباحثين الذين رونا أن القصة آدم عليه السلام في القرآن متوافقة مع المنظور التطوري للكائنات الحية وبعض الكثير من الناس والأعلماء الإسلام قديما وحديثا يثبتون القصة في القرآن وما ورد في السنة وكل هذه الإثباتات أو كل هذه المفاهيم حول القصة في القرآن والسنة لا تعارض أبدا الحقائق العلمية القطعية الموجودة سواء من ناحية عمر الأرض أو عمر البشر أو تعارض الأمور المنطقية التي وردت في سفر التكوين فهي باختصار تجمع بين السلامة من التحريفات التي يحاول أن يطفيها الملاحدة على أصل الإنسان والسلامة من التحريفات التي أطفاها اليهود والنصارى حول نفس القصة طبعا عندنا طبعا القصة في القرآن المذكورة في كذا موضع وفي السنة أيضا مذكورة في كذا موضع لكن باختصار نحيل إن شاء الله بإجن الله لهذه الموضع فيما بعد لكن ما نريد أن نقوله أن القصة في القرآن الكريم تختلف عن النموذج التطوري البحث الماذي البحث وتختلف عن نموذج التطور الموجه سواء كان من ناحية المصارى أو ناحية بعض المسلمين المتأثرين به وتختلف عن النموذج الخلقوية الموجود بتأثير الحرفي في الكتاب المقدس أو في سفر التكوين أو في حركة الخلقوية الموجودة وتختلف من ناحية القصة نفسها أو أحداث القصة نفسها في سفر التكوين وفي الكتاب المقدس طيب من الواضح أن قضية التطور أو مبدأ التطور هو شيء محولي في تحديد هل هذه الأطرحات صحيحة أو خاطئة أو ما إلى ذلك طيب لذلك سنتناول إن شاء الله موضوع طبعا كانت هناك صورة هنا لكن سنتناول باختصار مصطلح التطور أو مسألة التطور هل هي حقيقة بمعنى الحقائق العلمية الموجودة أو حقيقة في الحياة عملة أو لا فإذا كانت حقيقة كانت هناك هذه التصورات أو معظم هذه التصورات باطلة ما عدا تصور الأول والثاني وإذا كانت غير حقيقة وهو ما سنرى إن شاء الله فهنا كافة هذه التصورات باطلة لا شيء فيها من الصحة على الإطلاق طيب طبل بداية الحديث حوله هل التطور حقيقة أو لا سنمر مرورا سريعا على بعض النتائج أو بعض الآثار المترتبة على مجرد الإيمان بفكرة التطور المبنية على الصدفة المبنية على الانتخاب الطبيعي المبنية على عدم الوضوح أو عدم الغاية وهذا فهو ما إلى ذلك طيب ففي البداية الأثار المترتبة على الإيمان بالتطور بنظرية التطور بشكل عام لا تشمل فقط علم البيولوجيا أو لا تشمل فقط علم الأحياء ولكن كما رأينا في التاريخ الحديث بمجرد ظهور نظرية التطور على يد داروين وهذه النظرية دخلت في السياسة والاجتماع والبيولوجيا وحتى الفيزييا وغيرها من الأمور وحاول الملحدون مجرد السطو على هذه النظرية وتوظيفها في الرؤى الإلحادية المختلفة سان كانت من هذه الرؤى الحديثة شيوعية أو الحديثة علمية والحديثة مركزية أو حتى الحديثة فلسفية كل هذه الرؤى الحديثة حاولت توظيف ما يتم فهمه أو ما يتم استخلاصه منه من نظرية التطور في سبيل الترويج لهذه الرؤى المختلفة فأهم نتيجة أو أهم آثار من آثار التطور هو نازع ياد الإله من التفسير التنوع الطبيعي أو التنوع الحيوي الموجود في الكائنات الحية المختلفة وبعد ذلك نزع يده من تفسير الكون أو وجود الكون بالكلية فهم لم يقتصروا على مجرد أن ندرس كيف تنوع الكائنات الحية ولم يقيدوا أنفسهم في هذا النموذج البحثي أو هذا المنهج البحثي ولكن هذه النظرية بهذه الفكرة سحبوها على مسألة أصل الخلقة أو أصل الكائنات الحية أو أصل الحياة ثم سحبوها على أصل الكون بما فيه فهنا الأثر الكبير أو الأثر المحسوس من النظرية بشكل عام سواء حسب ما قاله دروين أو حسب ما قاله المؤمنون بنظرية فيما بعد أن النظرية تضحب تماما أو تنفي تماما وجود الإعجاز أو وجود المعجزات أو وجود التدخل الإلهي في الكون وخاصة في موضوع الأحياء أو موضوع الحياة طيب فهنا النظرية حاولت رافع مصطلح الخالق أو مصطلح الإله أو مصطلح العليم الخبير الحكيم كل هذه المصطلحات التي يمكن أن توضع بصورة أو بأخرى في مسألة وجود الحياة أصلا شالوها أو رفعوها ووضعوا بدلا منها مصطلحات أخرى مثل الانتخاب الطبيعي مثل الصدفة مثل التفارات مثل العشوائية وما إلى ذلك من هذه المصطلحات فهم مجرد وكلوا تنوع الكينات الحية ليس إلى فعل الله سبحانه وتعالى وخلق الله سبحانه وتعالى ولكن إلى هذه المبادئ أو هذه الأفقار المتضربة طبعا طبعا هناك بعض أو كثير من النقلات حول هذا الموضوع أن هؤلاء الملحدين لم يقصروا أنفسهم حول مجرد التفسير التنوع الحيوي ولكن أقحموا الأصل الحياة وأصل الكون والمعجزات والإيمان بما وراء المادة وما إلى ذلك أقحموا هذا في تفسيرهم لنظرية التطور وفي تفسيرهم ورؤاهم حول الكون فمثلا مما يقولنا أن الانتخاب الطبيعي انتخاب أعمى يعني يرجعون الأصل التنوع إلى الانتخاب الطبيعي ويقولون هو انتخاب أعمى ليس له هدف وليس له غاية محددة إلى جانب هذه النظرة العامة حول أثار أو نتائج موضوع التطور أو الإيمان بفكرة التطور وهو أن الحياة كلها نجأت من خلية واحدة وأن هذه العملية عملية مادية بحتة لدخل فيها بحال من الأحوام هناك أيضا جوانب أخرى أثرت فيها هذه النظرية فمثلا التطور والأخلاق معظم التطوريين طبعا الأخلاق كما تناولنا في محاضرة سابقة الأخلاق لا تتعلق بالعلم التجريبي والعلم التجريبي لا يمكنه إثبات أو نفي أن هذا الشيء الصحيح أو خطأ من ناحية الأخلاقية طيب فهنا معظم التطوريين أو من يؤيدون بنظرية التطور إما يرجعون الأخلاق إلى أمور مادية وهو طبعا غير صحيح على الإطلاق وإما يقولون أن الأخلاق هذه من نتاج التطور البشري يعني يقولون أن البشر هم من اخترعوا مسألة الأخلاق ومسألة الطمير وما إلى ذلك هناك بعض النقلات الهامة جدا في هذا النوضوع والتي يستخدمها الملاحدة للترويج لهذا لكن طبعا يلخص هذا كله موضوع التطور والأخلاق يلخص هذا كله مقولة جان بولت سارتر الشهيرة أن كل شيء مباح في ظل عدم وجود الإله يعني في ظل عدم وجود الإله ليس هناك داعي لموضوع الأخلاق وأنه في حدود معينة لا ما تقدر عليه سويه يعني البقاء للأقوى كما يقولون فلخصت هذه المقولة العلاقة بين المنظور التطوري المادي للكون وما بين مسألة وجود الأخلاق من عدمها أيضا من ضمن الأمور التي تؤثر فيها نظارية التطور هو معنى الحياة فغالب الموحدين الذين يؤمنون بنظرية التطور ليس لديهم معنى للحياة على الإطلاق يعني يقولون أن الحياة بلا معنى وليس هناك وجود أصلا لما يسمى بالمعنى طيب ما هو الدافع وراء هذا الاعتقاد يعني ما هو الدافع أنهم يقولون أنه ليس للحياة ليس للحياة معنى أو ليس للحياة غاية أو هدف أحدهم يقول هو ألدس هيكسلي سوف أذكر العبارة بالإنجليزية ثم أترجمها إن شاء الله يقول هو يقول أنه بالنسبة لي وبالنسبة للأصدقاء من الملاحلة إن فلسفة عدم وجود معنى للحياة فلسفة ضرورية للحرية حرياتهم يعني طيب فهو يقول أنه بالنسبة لي فإن فلسفة عدم وجود معنى للحياة ضروري جدا أو أداة ضرورية جدا للحرية يقول سوف أقول أن الحرية التي نريدها نحن هي حرية من أي تقييدات أو حدود اقتصادية أو سياسية أو حتى أخلاقية ويكمل ويقول فهو يقول أن نحن بنعارض مسألة الأخلاق أو مسألة وجود الأخلاق لأنها ببساطة تعارض مع حرياتنا الجنسية طيب هذا هو مختصرهم ومنتقدهم باختصار في مسألة معنى الحياة إنهم لا يريدون أن يكون هناك معنى للحياة لأن وجود معنى معنى أنه في تقييدات معينة أو حدود معينة سياسية وابتماعية وأخلاقية وأن مبدأهم في الحرية يعتمد بالأساس على هدن هذه الأمور كلها طيب التطور وقيمة الحياة أو قيمة حياة الإنسان في الأديان كافة الأديان حتى الوثنية منها الإنسان له قيمة مركزية في الكون بمعنى أنه الإنسان له مكانة معينة أو مكانة متميزة بين باقي المخلوقات هذا واضح في كافة الرؤى الدينية المختلفة وأن الإنسان مميز عن المخلوقات الأخرى بالعلم وبالعقل وبالأخلاق وبالوعي وما إلى ذلك من هذه الأمور الفلسخة التطورية تقول لا أن الإنسان ما هو إلا مجرد نوع واحد من بلغيين الأنواع من الكائنات الحية وأن مسألة الأفضلية هذه مسألة نسبية يعني الإنسان قد يكون أفضل وقد يكون بعض الحيوانات أفضل من الإنسان باعتبارات أخرى فهم يسوون في النهاية بين الإنسان وبين كافة أنواع الأجناس أو الكائنات الحية وهنا أيضا يضعون نفسهم في مخالطة منطقية وهي أنه نحن نعتقد أن الإنسان متميز معناه أنه سيدخله الغرور أو سيدخله التكبر أو سيدخله كذا لكن مقصدنا نحن بتميز الإنسان هو ما نراه في الواقع في طبيعة الحال الإنسان في الواقع في العالم الحالي متميز أو لا من الذي يشاهد الحضارات من الذي يستخدم كل شيء في الكون من الذي يستطيع ترويض الكائنات كلها أو الاستفادة من الكائنات كلها هو ما لا يوجد إلا الإنسان طيب فهو هنا المنطلق هذا منطلق واقعي بحث بمسألة أفضلية الإنسان أو تميز الإنسان وأنه دون عن بقية الكائنات الحية عنده الوعي وعنده الإرادة الحرة بعكس الكائنات الأخرى المغرب نحن ليس في ربع المحاذقة تقريبا طيب بعد ذلك أيضا يؤثر المفهوم هذا المفهوم على الغاية من الخلق أو الغاية من الحياة فكونك أنك تعتقد أنك نتاج عملية عشوائية ليس لها غاية وليس لها هدف معناه أن أنت نفسك ليس لك غاية وليس لك هدف أحد الفلسفة المعاصرين يقول أننا مجرد مكينات بيولوجية يعني مجرد آلات بيولوجية بس وظيفتها أنها تعيد إنتاج نفسها عن طريق التكاثر أو عن طريق الانتخاب أو عن طريق كذا فهو هنا نظرته للحياة أو نظرته للإنسان أو للغاية من حياة الإنسان نظرة واحدة فقط يقول لا تختلف عن الغاية من وجود كل الكائنات الموجودة وهي إعادة التكاثر أنه بس ينقلون جينتهم للأجيال اللاحقة هذا منظورهم لمسألة الغاية من الحياة أو الغاية من أصل الإنسان وهذا كلامهم طيب العلاقة بين الدين والتطور طبعا نستطيع استخلاص بعض الجوانب العلاقة بين الدين والتطور طبعا ونعيج نكرر أن التطور هنا معناه نظرية التطور الدرويني أو نظرية التطور البيولوجي التي تقول بأن كل الكائنات الحية نشأت من خلية واحدة والصدفة والانتخاب الطبيعي والطفارات لعبوا دورهم حتى يظهر الإنسان بملكاته الحالية وبقدراته الحالية لكن هناك أنواع أخرى من التطور كما سنرى اللي هو التطور الصغروي وهو ما يسمونها التكيف فهذا التكيف حقيقة وقعا موجودة لكنهم دائما ما ينسبون التطور الكبير هذا إلى أدلة التطور الصغير باختصار العلاقة بين التطور والدين نستطيع استخلاصها في المقولة كثير من الناس الذين يرونها أن الصورة التطورية الدروينية بشكلها الحالي تتعارب تماما مع التوجهات الدينية المختلفة حتى الوثنية منها تتعارب مع التوجهات الدينية المختلفة ومنظورها حول الإله وحول الإنسان وحول العلاقة بين الإله والإنسان وحول متاجية الإنسان في الكون وحول الكثير من الجوانب الأخرى وهناك طبعا العديد من النقلات التي توضح علاقة التطور بهذه الجوانب لكن ما نستطيع أن نقوله باختصار أن التطور بهذه الصورة هو كما يسمونهما يقولون هو أفضل صديق للإلحاد evolution is the best friend معناه أن أفضل صديق أو أفضل شيء يمكن أن يعضد مذهب الإلحاد هو هذه النظرية بهذه الآلية المبدية البحثة التي تنفي وجود الإلهة والتي تنفي وجود المعنى للحياة والتي تنفي وجود القيمة للحياة والتي تنفي وجود الغاية للحياة وما إلى ذلك حتى أن بعض الملاحدة يقول أن النظري التطور جعلته يعني معناه تطور عن اقتناع ملحد عن اقتناع أنه ملحد فهذه هي طبعا باختصار موضوع الجوانب التطورية أو الأثار التطورية المختلفة طيب بعد كل هذه الجوانب التي يمكن أن نلاحظ أن فيها تعارض مع الواقع الذي نحياه وبين الموضوعات المختلفة هل هي من الناحية العلمية الصحيحة؟ طبعا هناك العديد والعديد من النقد العلمي لكافة جوانب نظري التطور أو كافة جوانب أدلة التطور فنذكر منها على سبيل المثال مسألة الإنتواع يعني هم يقولون أن الكائنات أن كل نوع يتطور عن النوع من النوع الذي قبله يعني الإنسان مثلا كان فيه نوع قبله اسمه البشر البداي أو الهومونايتس أو كذا وسمونه النوع قبله وهذا البشر البداي هناك نوع قبله هذا النوع كان مشترك مع جد الكروض فالقوم الأنسسور أو السلف المشترك موجود بين البشر مثلا وبين الكروض إنه من البشر مثلا ظهرت أنواع وتطورت أنواع حتى وصل إلى شكلنا الحالي والقروض أصلا أيضا ظهرت وتطورت إلى شكلها الحالي وقبله هذا الجد المشترك كانت هناك أجداد مشتركة حتى نصل إلى أسماك حتى نصل إلى الخلية الأولى فطبعا من الأخطاء الشيعة نقول أن نظر التطور تقول أن الإنسان أصله بشر يعني أن الإنسان أصله كرد لا هو مش أصله كرد هو أصله سمكة أو خلية أولى بعد هذا التطور الإنسان وإن يصل يصل إلى ألات في بعض الناس يعني تقول إن الإنسان فيما بعد إن شاء الله سيتحول إلى آلة حكم التطور الموجود حاليا طيب فنماذج بسيطة وسريعة على موضوع النقد العلمي نماذج التطور هناك العديد من الكتب مثلا هذا الكتاب وغيره من الكتب يعني هذا الكتاب ذكر مثلا الأدلة التي يعتمد عليها تطور عشر أدلة وكتب النقد كل دليل بوجهة نظر العلمية التجربية البحتة وهناك أيضا العديد من الكتب الأخرى مثل مثلا دارون بلاكس بوكس أو الصندوق دارون الأسود أو التطور النظرية في أزمة أو تطور نظرية ما تزال في أزمة كتاب آخر وهكذا فهناك العديد من الكتب التي تتناولت الموضوع من النحية العلمية البحتة وتناولت هذه هذا النقد حول مسألة الانتواع إن حتى الآن حتى وقتنا هذا حتى بين التطورين نفسهم لا يوجد مفهوم واضح لمسألة النوع فأصلا الأصل الذي يقوم عليه التطور هو الانتقال من النوع إلى آخر لا يوجد حتى الآن مفهوم واضح لكلمة النوع ينبغ هناك التفريق أيضا بين المايكرو أفولوشن أو التطور الصغراوي أو التطور الكبراوي التطور المايكرو أفولوشن اللي هو التكيف إنه مثلا لون الجلد ممكن يختلف المنقار مثلا ممكن يطول شوية كل هذه الأمور تعتبر تكيف مع البيئة المحيطة وهو واقع مشاهد لكن إنه السمكة تطلع تبع زواحف والزواحف تبع طيور والطيور تبع ثديات والثديات تبع إنسان كل هذه طبعا أمور ليس عليها أي أدلة على الإطلاق طيب أيضا الإنفجار الكامبري أو الإنفجار الكامبري أو الإنفجار الانفجار الكامبري هو نعم طيب باختصار أيضا السجل الحافيات المختلفة والتشابهات المورفولوجية لا تدل أبدا على المسألة التطور الكبراوي هذه ومبدأ الاندخال الطبيعي بشكل أساسي هناك أيضا نقد آخر من نوع آخر وهو نقد الفكرة التطورية نفسها من الناحية المنطقية يعني معضلة الخلية الأولى ممن أتىت الخلية الأولى كما يقولون يحكون حواديد في هذا الموضوع لا يكون كلام علمي ولا يكون كلام علمي بل يكون حواديد يسخر منها الإنسان السوي أو البسيط حول من الذي أتى بالخلية الأولى ووضعها أو زرعها في الأرض حتى تنتج الحياة طيب الضبط الدقيق للكون في مقابل العشوائية الواقع المشاهد يقول أن كل الكون بكل أبعاد مختلفة هناك ضبط دقيق هناك ضبط محكم هناك آليات معينة هناك قوانين معينة هناك كذا هناك كذا لا تصير أبدا أي عملية في الكون بصورة عشوائية فما بالك بأعقد العمليات وهي ظهور الحياة وظهور القائنات الكائنات الحياة الأكثر تعقيدة فلا بد طبعا أنه يكون هناك مقارنة عقلية بين المفهوم الضبط الدقيق أو مفهوم الإحكام الموجود في الكون وما بين الصدفة أو العشوائية كما يحاول أن يرويجها المراحلة أخيرا الفلسفة الحادية أو الفلسفة التطولية وهي باختصار فلسفة الحادية فهم باختصار كما يقولون أنهم لا يسمحون بوجود الإله في التفسير يعني تفسير الحياة لا يسمحون أبدا بوجود الثيولوجي أو بوجود السوبر ناتشرال باور أو بوجود القوى الخارجية عن الكون لا يسمحون أبدا كل ما هناك منهم يحاولون الرجوع إلى أمور مادية بحتة في تفسير هذه الأمور ومما أوقعهم في هذه المزالة وأخيرا ينتج من هذا الموضوع التطور هذا نتج عنه بعض الفلسفات التي أدت إلى نتائج كارثية في الحياة أو على الحياة من ضمنها ظهور الفلسفة الدارونية الاجتماعية التي تبنى هتلر والتي قتل من خلالها ملايين الناس أيضا ستالين الذي قتل ملايين الناس كان متأثر بنظرية التطوع وغيرهم من الناس ملك النرويج مثلا قتل حوالي 20 ألف دينجي أفريقي في وسط أفريقيا لأنهم يعتقدون أن الزنوب ما زالوا في قيدة التطور لم يتطوروا بعد إلى أنهم يكونوا بشر حتى داروا النفسه في كتابه قال هذا قال أنه خلال 100 أو 200 سنة سيقوم البشر المتطورون يقصد الجنس الآلي اللي هو الأوروبيين بإبادة كل أمواع البشر الأخرى وكل الأجناس البشر الأخرى اللي هما ما زالوا في قيدة التطور بعد يقصد الشرق أسيويين يقصد العرب يقصد الأفارقة يقصد الهنود الحم وبالفعل بالفعل ظهرت المذابح والتطهير العلقي في أمريكا الجنوبية وحتى أمريكا الشمالية وظهرت الثقافة الإمبريالية أو الهتلالية مختلفة فظهر كل هذه الأمور نتيجة طبيعية لهذا المنهج المادي البحث وهو البقاء للأقوى أو البقاء للأصلح كما يقولون فهذه الاغتصار النظريات التي يحاول بها الملاحدة التشبث بها الملاحدة في إثبات عدم وجود الله سبحانه وتعالى وفي إثبات رؤيتهم المادية للحذية لكم جزاكم الله خير